اللي بلشت راح تكون نارية بامتياز أيضا ما ننسى بعض الأفلاك المهمة اللي صدرت الحدث وأعطت المشهد الفلكي غاية في الروعة والأهمية طبعا بالكواليس يقولوا للجوزاء الجوزاء يعمل بحظك يا جوزاء طبعا ما ننسى أيضا أنه بعض الأفلاك اليوم اللي ربما قطعت السبل بأشخاص كانوا جدا عالين نسموها بالحضوض ما نقول أنه فشلت أو ربما تراجعت لكن خلص انتهت المقابلات اللي كانت اتهمهم وانتقلت إلى مقابلات جدا مهمة أعطت الحضوض الأكثر والأوفر حظا لا احنا تحدثنا متابعين الكرام عن الفترات اللي سبقت وقلنا أنه في أفلاك جدا مهمة راح تصدر في أعلى نقطة من الحمل على اعتبار هو نسمي الهرم اللي يعطي لجميع الأبراج مع مربعات قد تحصل هنا وهناك بين نوازل القمر تعطي بعض المؤشرات لكن ما هي المؤشرات الأهم أو المهم والأهم اليوم نحن اتفقنا على أمس أنه الأسد هو بيت الحضوض أنه الشمس انتقلت في بولود الأسد مقترنة مع الزهرة وإن كانت متراجعة لكن عندك يعني أنه الانتباه إلى صرفياتك ثم حطارد ثم طبعا ما ننسى قيتو أيضا هو الآخر هذا كوكب ما يقول أهمية وحركة هو الآخر اللي ممكن يبحث عن كثير من التفاصيل ويعطي أهمية للمربعات وربما المثلثات أو حتى الزوايا المهمة اللي يحصلها باقتصار ما هي الزاوية المهمة والأهم ومن هي الأبراج اليوم اللي سعدت ومن الأبراج اللي عليها الانتباه والحضر للإنثمانية وأربعين ساعة خلينا نقول لأثناء الساعة القادمة لأنه القمر في بيت الميزان نقول للميزان والجوزاء وأيضا الدلوة خصوصا الجوزاء أكثرنا جمالا ما في مثل حظك اليوم يا جوزاء خلي تنتبه من زاوية قيتو ومع راهو في أعلى نقطة مع شمس وزهرة وأيضا عطارد في الأسد للجوزاء حصرا ربما ترميم علاقة أو ربما درجة وظيفية أو ربما سلمت نجاح أو ربما شخص رب العمل أو شيء يخص دور العمل يثنى عليك بالشكر والاحترام والتقدير وتسمع أخبار جدا إيجابية وطيبة هو بيت الأفراح والعمل إذن ما ننسى أن الأسد هو بيت القصيد هو الآخر اللي يعطي هذا المشهد وربما يعطي لبقية الأبراج والأفلاك خلينا نسميهم جيرانا اللي يعطاهم هذه الحضوض فقط علي الانتباه لنوعية الصرف ويعني نفقاته لكن علي أيضا الانتباه ربما هو هناك حدث مهم يكون يا إما يعني بعائلة أو أم أو أخوات أو بيت العائلة بيت العائلة في شيء وربما يفرح بمولود هذا الأسد واضحة ولادات جديدة لمولود الأسد ما ننسى أيضا الميزان هو الآخر اليوم بيت القصيد اللي أضحى القمر اليوم الثاني على التوالي في بيته إذن يعطيك أفضل وأروع الصداقات وربما تكسب قضية أو ربما تكسب ود شخص أو ربما أنت شايف شيء كبر القضية وامتعبك رح يكون هو في المتناول وتكون أنت شخص الرابع في ظل السلساعات القادمة إن شاء الله حاول أنه تعمل جاهدا لكسب هذا الموضوع بس من هو اللي عليها الحذر برج العقرب اللي بكرة تنتقل القمر طبعا في بيته هو بيت المحاضير لأنه ربما يناقش مسألة تخص الصحة مع واحد من أبناء أو الوضع الصحي تحديدا إلى وربما هناك هو قرار يا ياخذك لرفعة يا ياخذك لتشويه سمعة فعليك الانتباه أيها العقرب رغم أنه 30 سنة القادمة لأنه بيتك وحاكم بيتك هو الثاني في البيت الثاني من بيت المال للعذرة إذن يعطيك ربحة مالية كبيرة إذا عرفت توظف وتشتغل بهدوء وحاول أنه تبتعد عن التصعيد وأنه تحدثت متابعنا الكرام أنه هذه الطاقات ما تصلح للأعمال الشر يعني ما نكبر الشر نحاول أن نروح إلى طبعا الأقرب أنا دائما شنو أقول أقول باشا الأقرب يعرف شنو يفكر بهدوء ويجد الحلول أيضا بهدوء وتنتهي القضايا دون أن يشعر أي شخص فالأقرب دائما هو على قدر المسؤولية وهو يعرف كيف يختار أفعاله وأموره على خير طيب إذن متابعنا الكرام أكيد نحن متفقين ومتواصل لكم في هذه الفترات وأنه نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم وخلونا نروح إلى أول اتصال هاتفي معنا من بعد الموجهز السريع اللي تحدثنا عن حركة الأفلاك أنا أتمنى إن شاء الله على القادم نعمل قطعات حتى تكون خلال البرامج نتحدث عن كل برج هذا نزولا إلى طلباتكم وإرضاءكم إن شاء الله ونتحدث بكل برج عن بقية التفاصيل وتفاصيلاته طيب معنا ألو أيضا أول مرحبا ألو ألو مرحبا يسيد لي هالصباح صباح العافية حبيبتي يا مرحبا شانت شانت يا الله فدوين عينك حبيبتي من معنا أنا أمعلاوي من بغداد أمعلاوي شنو نصحتك الحمد لله شانت فدوين قلبت أنا أذانتو بخير أنا طبعا أنا صير حالاتني من وين من بغداد أمعلاوي أنت عاني من الليل الكاظمية أي حبيبتي الكاظمية هلها مية هلع حبيبتي معنا هو والد الوالدتي حسين واحد يلا عن ثلاثة واحد هلها مية وستش وشبه تمام معايا حبيبتي سبعة وستشين سبعة وستشين سبعة وستشين إيه حبيبتي أنا صباحة كل الشعبان سبعة وستشين طيب إيش اسم الماما الوالدة هناء بيتها هناء بيتها بنت ها ها هاي طيب يأ بس السؤال بيضاء البشرة هاي كلش اي صح كلامي صح طبعا اسمعيني شوفي فيما يخص مواليد الدلو إحنا اليوم تحدثنا وقلنا إنه هذه المربعات اليوم اللي حصلت ماذا تعني لمولود الدلو طبعا أولا الدلو كان قلق بفترات اللي سبقت كان يناقش مسائل أيضا تخص دوجه إذا كان الرجل أو كانت سيدة قلق على زوجها أو بيت أو ورقة أو شيء رابح أو هو بصورة عما كان قلق على وضع صحي ربما لكن هذه السيدة بصراحة أنا أكون صريحة معاك ربما الوضع الصحي لسه متدني معاها أشوكتي بدي يتحسن الحال معايا معاك شوفي حبيبتي شوفي اللي أبدأ بطبعا تدهور الوضع الصحي بهذه الطريقة كان راهو أدهى متواجد أيضا بلوتو اليوم راهو قريب عليها وفي أعلى نقطة أفلاك جدا مهمة هي تعطي بعض التفاصيل للوضع الصحي ما أعرف اللي واضح معايا تختنق كثيرا ربما ينتبه نوبات سعال أو ربما يصعب عليها التنفس صحيح تمام كرامي صحيح كلها صحيح حبيبتي حبيبتي اسمعيني حتى نحاول نحد من هذا التطور لأنه بصراحة الأفلاك وإحنا يمكن حبيبتي أمع اللاوي سامع المثل قبل شي يقول يقول الفلك تطرك سامع الفلك تطرك الله هو أكبر يا ربي يكفينا شرق الفلك هذا هو الفلك عندما يطر أحد شوفي الناس سابقا ما خلوا مثل أبو المثل ما خلش إما قاله فهو كان المثل في حد ذاته يعني في وقته في محلة لذلك هذه الأفلاك عندما تأتي أو تدخل في هذه البيوت بشكلة لها هذه الحالة حبيبتي سورة الكهف معايا سماعين يا قلبي سورة الكهف طبعا حتى لم تعد من أي طلبات أخرى قد ما تقدرون تحصلوها روحوا إلى أي شيء قد يكون هو الماء النظيف النقي اقرأ عليها سورة الكهف وخليها دائما طبعا هذا تشرب من عنده مننا إلى واحد اثناش معايا ارفقيهم بآيات الشفاء هذه دائما ثابتانة بس يعني أرتب معاها الأشياء الباقية ارفقي معاهم آيات الشفاء روحي للسيرج بالجوجل حظيم راح يطلعون لك كلهم حتى ما تتعابين معايا معايا اسماعيني وشوفي أكو شيء اسم الفيكس اللي احنا قبل مع الرياضيين الرومانجين تمام شوفي اذا ما كان يعني حتى يكون متوفر هذا لا بأس بالنعناع مادة النعناع الطبيعية هذا هو بعد طبيعي هيكون نفس الآية أيضا اقرأيها عليها وخليها تستنشقه 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 يعني يوميا لغة الشيء الشيء لا 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 شنوه هو اللي تتعالي النعناع لا لا معايا مكملة جاية تشكنامي أكو زيوت عدة العطار أيضا زيت النعناع إن كان زيت النعناع يكون أولى وأفضل حتى هذا أيضا يعمل كدهان للجسم أنا أريد للمسامات تدخل لجميع مسامات الجسم يا شاكرات الجسم أنا أقصد شاكرات الجسم لأن هاي أرقام وأسماء تصلح من المعادن الموجودة في جسمها ثقي بالله بوع الوضع والصحي والله لا ترجع عروسة رح تشوفيها بنت النوت رح تشوفين شكلها وضعها رح تكون جدا سليم ومعافاة إن شاء الله هذا على الأقل يحميها من النوازل طبعا اللي تاركتها بهذا الحال سأنا ما سألتش وضع صحي خص التنفس قلت لي أكيد أنا ما أعرف عن هذا الموضوع فروح لي هذا زيت النعناع تقرأين عني الكهف وأيضا آيات الشفاء معهم أرفقيهم لأنني آية أم الكتاب هذولا ما نفترق عنهم دائما وعمليهم دهان للجسم مساء يدهان للجسم وتتغطى حتى الصباح دائما استحمام أفضل ومن بعدها استنشاق الزيت يعني هنانا شوية استنشقة وشوف العافية والصحة مع الماء اللي احنا ايضا ذكرناه للشرب أنا من خصيت هذه هي الآية بصراحة صورة الكهف تعنا الآن في هذه الفترة تحديدا لمولود الدلوف وخصوصا لهذه الطاقة من السيدات إن شاء الله الشفاء العاجل يا ربي اروح إلى ألو آخر ألو 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 مرحبا ألو ألو صباح الخير مساء الخير صباح اليوم شوان الصحة شوان السيسماء حبيبتي الغالية يا سيد لي هالمساء من معانا أنا زهار من الباب لقد الفتحة خبارتي شون جدع لك زهورة شون الأخبار حبيبتي شون جدع للأسل حبيبتي أنا أعلمني 6 مائز أنا أعلمني 2 مائز شون جدع شون جدع شون جدع زوجي الأسل ذاكي يمجتيني وأنا سلطان وثويت حتى أنا أبيض 8 شون وأجب على سبع جابات زينات ووقت شي صراحتي شون جدع عمرتي حبيبتي؟ شون جدعي عمري 8 شون جدعي 7 و 8 و 30 عاما 8 و 30 عاما ويساوي الزوج الأسد وانتي السرطان موجود السرطان يلا اسماعين يا حبيبتي لنساء السرطان طبعا رقم ثلاثة حاضر او ربما كان اربعة الان اصبح ناقص واحد شو هذا كانت عدش ثلاث جولات اربع جولات او ما كانوا اربعة الان ثلاثة ثلاث مراجعات او ثلاث فرص او ثلاث فرص حتى كن صريحة وصادقة معاك عليك الانتباه نوعية العلاج او الطريقة اللي انت رايحة عليها معايا عزيزتي عليك الانتباه نوعية العلاج والطريقة اللي رايحة انت فيها نوع من الخطأ او او هي طاقة تحذير تمام؟ تمام واني الصحة انا دائما ظهره ورقبتي موخلى طبيب او شكسر او رح له طبيب بس انا اسألتش يقل في زهورة كلامي صحيح؟ صحيح صحيح ما حاسة ما كنتي تحسين ما شعرتي مر هذا صار عندك او قد كانت تكون فرص ايجابية لكن من اللي صار الموضوع يا حبيبتي معاتش توابع والتوابع جدا واضحة جدا شون تدور ها شون تروح اسمعيني انا علن هو مباشرة احنا هذا علم اسفج بصراحة علم فلك وبعدين هذي يعني شكل البرنامج ووضع البرنامج ما ابدا يناسب انه انا اتحدث اسماء او اشياء تخص هذا الموضوع لكن عامة حتى انصحت شيء حبيبتي معاتش ثلاث فرص ثلاث فرص هاي اذا استغليتيوهم وما صار معاتش وانا بتأكد ما يصار معاتش بعد ما تقدرين تسوي انجاب بالمطلق يعني ما تصلحين للانجاب حتى ما ضعين هاي الفرص اسمعي كلامي اولا الان ما تسويين اي شيء ما تتحركين على شيء اسمه انجاب وتريدين شيء للانجاب راح تتعبين نفسك وضيعين الفرص اشوكت واحد اثنعاش من واحد اثنعاش الى بداية يعني خنقول العام القادم بداية السنة يصلح انه تستفادين من الفرص المتواجدة عندك لا تحرقيهم او تضيعيهم ترى هذا واحد اثنين اسمعين معايا اي معايا حبيبتي احنا مدائما منروح المزارات شنو نلقى هناك نجيبهم للتيمون للرزق للكثرة الوفرة في بيتنا شنو اسمها الطاسة الصغيرة اللي منقوشة بيها ايات قرآنية صاح صاح هاي تاخذيها احنا شو قوي يسموه يسموها طاسة الخلاص الخلاص من جميع الامراض يعني معايا نعم تشترين وحدة تشترين من هاي الوحدة وتكون خاصة بيتش ما حدا يستخدمها يعني معايا شويايا واجعليها خميس وجمعة خميس وجمعة بالاسبوع مرتين بماء طهر يعني تقيسي بماء طهر وتستحميل يأخذ جميع التوابع والنخوصات اللي معاتش طبعا واضحة هي كلش واضحة ما عارف من وما يتلت عندش وفاة مهمة رايحة في مساء القبور أو شيء جدا واضح هذا الموضوع معاتش نجمش كان يسمع بهذا الموضوع صحيح صح كلامي ما عارف صح خال شي قريب كلش عليكم باينة فاجعة باينة عندكم تمام فمن بعد هذا الموضوع حتى تجعليها للشرب بيها خليها بالمنطقة في اللاجة دائما وخلي بيها مي تمام وكل ما عطشتي اشرب بيها راح ينظف جميع شاكرات جسمك ويهيئتش إن شاء الله للإنجاب والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء قدير مع هذه الأرقام والإسماء لأنها خسمت القرآن في هذا الإناء الصغير شو فيها جدوتة بس بيها قيمة جدا كبيرة أنا دائما أنصح البنات اسمعيني من بعد ما تكملين بهذه المواضيع في شيء مفاجئ إليك لأنه بلوتو في أعلى نقطة أورانوس في أعلى نقطة مع المشتري يعطي حضوب جدا إيجابية إليك فيمكن يصير عندك حمل بدون حتى نستنوين هذه الأشياء وقد تكونين حاملة فرح لأنه جدا واضحة أكو فرحة عندك من بعد هذا الشيء راح أقول إليك متأكدر راح تتطير وتبلغينها من ياشا حرثت مي السدي من يمي مننا وتبدين بالعلاج اللي قتلتشي وشوفوا تابعوا باوعي في مفاجأة هي مفاجأة فلك مخبيلتش مفاجأة تمام وهاي المفاجأة راح تكون جدا سائدة حتى ما تكلفتش أي شيء إنه تروحين لعلاجات أو لأي شيء لأنه بصراحة ما حبيت ما حبيت يعني مع النوازل الآن اللي أنت تتحدثين عنها ممكن أنه حتى يعني تأذي المنطقة اللي ممكن أن يعملوا لك عليها ناظور أو شيء واضحة الإنسدادات اللي عندتش هاي كلها بفعل التوابع يا بنات يا حبيبتي ما يصلح النساء دخول المقابر ما أحد شي بعد ما أقدر أنزل أكثر منهيش رجاء وانتو يعني شايد أسوي إذا أنتو هو المشكلة اللي أنتو تجون بها هي هاي يلا يلا حبيب نروح إلى آخر سلام عليكم عليكم السلام والإكرام سأل لي صباحكم مساءكم ألو ألو معنا ولا فقدنا الاتصال ألو ألو سلام عليكم ستاة عليكم السلام والإكرام ميتها لمرحبا تلزح ماري الأفئل على أنا غزق على دعش لا ستة دعش أولا أنا أشرف منه معنا فاطمة فاطمة من وين يا فاطمة من خانقين خانقين أول مرة فاطمة ستة دعش ستة دعش ألف وتسعمية وثنين وثنين اثنين وستين ماشا فاطمة يلا من النساء العقرب أنت ماشا حبيبتي مأمو إلي الزوجي الزوج إيش اسمه إذن محمد أفوان محمد محمد ابن سميرة سميرة يلا شون تسألين عن زوجتش عزيزتي أنا غزق وعندنا شغلة معاعملة طيب فاطمة ستة فاطمة الغالية شوفي قبل كل شي قبل كل شي واضح الوضع لرجل الأقرب عنده مشكلة أو داخل فيه مشكلة أو ربما يعاني من مشكلة أو هو خايف من مشكلة هاصل معاكم ولا لا صحي صح كنامي صح طيب بيش أنصح بيش أنصح 48 ساعة القادمة أبدا ما يعطي أي إيرلكشن أو أي تصرف لأنه أي حركة أو أي تصرف عدائي رح يخسره صحيح أعتقد أعتقد هو لا ماديا ولا اجتماعيا ولا حتى عنده قوة كافية لحتى يدافع سمعتيني 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 والله سمعتيني تكبر الخير وتكبر الشر فنحن يا حبيبتي نروح نكبر الخير ونهدى شوية والله إن شاء الله الحافظ والستار هذا واحد اثنين اسمعيني معاين نعم اسمعيني طبعا 30 سنة قادمة لمولود العقرب العقرب سرة عامة طبعا هذه الفترات هذه الفترات يعني أنا لو أقدر أتحدث وخص حلقة فقط للعقرب كان يكون أجدر وأولى ليش هو من الأبراج الثابتة المائية الثابتة تمام ومعه حاكم بيته من المريخ المريخ أضحى وين في بيت المال شنو يعني جايب لعلاقات ممتازة وجايب لبيت وجايب لتمليك وجايب لرزقة كبيرة إذا عمل بطريقة صحيحة لو عمل بطريقة صحيحة 30 سنة من الغنى والمال والعافية والصحة معاين نعم نعم عاجر باعي هو يا عنده شيء بثاقة وقدمة يا هو متكتف ومقادر يسعى لأنه عدم السعي واضح متكتف هذا شبيه رجلة هالشكل واضح لا شبيه ألم بيه تمام يا ربي خير إذن المشاريع القادمة والكل خليستفاد مع سيد فاطمة المشاريع القادمة واللي يناوي يبدي مشاريع ويناوي توفيق للعقرب بصورة عامة الآن يسعى لأنه لأنه مريخ وين ببيت ببيت المال عنده في العذراء في البيت الثاني فهذا يعطي رفع ومكان غير اعتيادية لثلاثين سنة قادمة فحاول يكون جاهد لحتى يأسس بهذه الفترة لأنه هذا المريخ ما يمر كل ثلاثين سنة واضح معايا صحيح حسنا أعطيتك شيء مع الأوباع وانت تقولين أوراق وشيء من القبيل هذه الأوراق تنجح هذه الأوراق إذا استمرت المتابعة عليها واستمر أنه يسعى السعي مشكور المتابعة شون المتابعة يتابعها خلي يسعى خلي يسعى لأن الفترات جدا تناسبه وبيت المال وبيت المال يعطي دافع إن شاء الله للنجاح فهذه الفترات خلي تكون جدا مثمرة عنده وخلي يواكب بسرعة خلي يحاول يكون سريع لأنه تجنب لإن شاء الله النجاحات وتحقيق الأمنيات في ظل هذه الظروف إن شاء الله تمام حبيبتي معا شيء حلو معا فرحة معا فرحة قولي يا ربي يا الله يا الله والله أدعي لك من كل قلبي في دول قلبي وحق لا إله إلا الله في دول قلبي كثين بلا أكثر هذا وشبات تقولين عليها خصوصا سورة الفتح صايرة أقراها يومية وأتابعك وحق لا إله إلا الله أدعي لك بالخير لا أحبت شيء والله لا أحبت شيء قد أحبكم أنا وتدعي لي فطومة وتدعي لي على الناس ما روى الشجر المثمر يرمى بالحجارة يحبون التمر وشي سوى تدعي لي على الناس على الناس اللي ما تحب الخير اللهم يا ربي بخصائش تدعي لي ضيفي ضيفي تعالي 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 فطومة الخاطر هالدعوة الحلوة ضيفي سورة الشمس هذا كنز مني إلتش هذا كنز مني إلتش صباحا لا تتركين سورة الشمس تمام سورة الشمس خلي العقرب يستفاد لأنه هو النوازل تخص إليه خلي العقرب وشوفي الحال والمال شنون راح يصير أنا بشكل شخصي أتمنى لما معرفتكم كنز أنا أقول كنز تمام لكن أنا أملكم كنز يا حبيبتي والله أدلت بالخير وحق نبي محمد يا مردم من كل جنب يا عيوني هاي سورة الكوثر سورة التكاثر سورة الشمس سورة الفتح واض بي عليهم خي وشوف الخير وشوفي شوفي الخير والجمال والهدوء النفسي أيضا حبيبتي ربي سعدك إن شاء الله ويبعد عنكم كل شر يا ربي كلماتكم مو بس تحرجني لا والله قلبي يقوم يوجعني جد والله يعني على الناس يعني نقول نحن الشجر يثمر المثمر يرما بالحجارة هسا ليش مر الحجارة على المثمر نقول له إذا أنا عندي هيتش ناس يحبوني شو عندك أنت بس الإحجار بل كتوقع عليك وتأكل تمر زين زين متابعين الكرام بعض الطاقات حلوة لمولود العقرب خاصة 30 سنة القادمة من حياتك يا عقرب لو أنت عقرب صحيح هو برج مائي ثابت مساء أني نام صباحا نست جدا فحاول توظف كل الطاقات لصالحك يعني لو كنت ذكي هو لا لا العقرب من تهين احنا هو ذكي لو كنت مستعجل واشتغلت جد وحاولت أنه توظف كل طاقاتك متأكدة أنا لحظ حليفك لثلاثين سنة كون المريخ اللي هو حاكم بيتك في العذراء في بيت المال يعني اطلب وتمنى بس مو أنت قاعد بالبيت نطرق الباب نطيك ألف دولار لا متر هاي الموضوع يعني نسق الأمور إن شاء الله أمورك طيب راح تنال الخير وبعد إذا نزل المريخ عندك في شرف بيتك عندك إن حتشايا وإن إن شاء الله قراءة ثانية طيب متابعين يا كرام أكيد أحبكم هوايا وفترتي انتهت معكم والله مثل نسمة هوا خفيفة مشعرنا من القلب إلى القلب ويا نسواننا وحبايبنا الصبح نقول يعني هلو عذرا للمفردات البسيطة جدا أغلبهم يقولون ليش تحكين بالأمة أغلق باللغة الوسط أنا أحكيها كعربي ما راح تفهمي سيبا ويعني تمام تمام إذن بالعودة مرة ثانية لزمالاتنا باستوديو أنا أقول لكم باي باي ترجمة نانسي قنقر